موسيقى بعيدا عن الأجواء البهيجة التي رسمتها الحلة البيضاء بعدما اكتست ولاية برج باري ريج بالثلوج أدى الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة إلى تأزم وضعية بعض الأشخاص دون مأوى ما دفع بأفراد الهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع المصالح الولائية إلى الخروج في حملة تضامنية لتفقد وضعيتهم نقوم بتكفل بالأشخاص بدون مأوى ونقوم بمساعدتهم لما محتاجين يعني ألبسة أفريشة أغذية كذا نعاونهم ولي ما عندهمش لون مسكن ثابتة كذلك عندنا احنا يا مقر ونحط الأشخاص بدون مأوى ثابتهم ونعطلهم وجبة ساخنة يومية نقوم بالخراجات من الثامنة ليلا حتى المنتصف الليل مصلحة الاستعجالية المتنقلة هي مصلحة متكاملة تتوفر على جميع الشروط اللازمة للتكفل بهذه الشريحة سواء التكفل نفسي أو التكفل الصحي أو ظروف الإيواء والإطعام والإقامة نقل الأشخاص دون مأوى إلى مراكز متخصصة لتكفل بهم توزيع وجبات ساخنة أو تزويدهم بملابس وبطنيات إجراءات متنوعة ساعت مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى توفيرها للتخفيف من معاناتهم ظروف الاجتماعية تتشكيل الله در طالب تمرمت بالزيد في الحياة در طالب اللاداس قبلت بيالاداس جابوني لهم الأكل مليح الغطاء الفرشاك شوفيه بعينيك لباس نظيف خير من الشارع هبة تضامنية ترسم روح التآزر مع هذه الفئة التي دفعت بها ظروف الحياة إلى التواجد بالشارع لتجد يدا ممدودة لها تخفف عليها ماديا ومعنويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر